القطاع الطبي وأنظمة الصحة العامة تواجه تحديات في المجال الصيدلي خاصة في تزييف الأدوية وتقليدها واعتماد المستهلكين على وسائل التواصل الاجتماعي في الإرشاد الطبي والعلاج الذاتي وغيرها وهنا علماء من مختلف دول العالم على أرض سلطنة عمان للوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بالآثار العكسية للأدوية ورصدها وتحليلها وإيجاد الحلول لها في لقاء دولي الاجتماع السنوي العشرون للجمعية الدولية لليقظة الدوائية هذا المؤتمر مهم جدا جدا للطبع العاملين في القطاع الصحي وأيضا للمستفيدين من الأدوية والمستزمات الطبية التي تقدم للمواطنين والمقيمين الهدف الأساسي هو تبادل الخبرات والمعلومات بين الدول فيما يتعلق باليقظة الدوائية أي رصد واتخاذ الإجراءات المناسبة حول الأعراض الجانبية التي تحصل سواء من الأدوية أو التطعيمات الاجتماع يعد منصة للدول والاختصاصيين الدوليين من الكوادر الصحية لمناقشة القضايا والاهتمامات الراهنة وخاصة في ظل جايحة كوفيد 19 التي حتمت على برامج التحصيد الوطني تنفيذ خطط التيقظ الخاصة باللقاحات والتأكد من ضمان مأمونية وفعالية اللقاحات حيث وكدوا العلماء المشاركين على مأمونية اللقاح المستخدم يأتي هذا الاجتماع في التوقيت جدا مهم هو يعقد لأول مرة في السلطة وفي منطقة الشرق الأوسط خاصة مع ظل جائحة كوفيد 19 التي يمر بها العالم لأنه أحد المواضيع المهمة التي سيتم نقاشها في هذا المؤتمر هو السلام الدوائي الخاصة بلقاحات كوفيد 19 طبعا أيضا سيتم أخذ الرؤية الخاصة بالسلطات الرقابية والشركات الدوائية فأيضا سيتم مناقشة زيادة التنسيق بين الدول وبين الشركات الدوائية فيما يخص التيقظ الدوائي سلطنة عمان من الدول السباقة في الشرق الأوسط بإنشاء نظام اليقظة الدوائية وهم من أول الناس الذين كانوا مهتمين بسلامة الأدوية وضمان فعالية الأدوية بصراحة في تعاون كثير كبير بين وزارة الصحة العمانية وبين الجمعية الدولية لليقظة الدوائية فرع الشرق الأوسط ثلاثمائة مشارك من مختلف دول العالم يمثلون المؤسسات الرقابية للأدوية واليقظة الدوائية وشركات الدواء ومن منظمة الصحة العالمية وهيئة الأدوية الأوروبية فصبت مشاركاتهم وأوراقهم على تطوير الأطر التنظيمية العالمية للتيقظ الدوائي وتعزيز سلامة المرضى إضافة إلى إدخال التيقظ الدوائي لمراقبة اللقاحات ومخاطر وفوائد الأدوية أثناء الحمل وزارة الصحة تقوم بدور رقابي مكثف ومتواصل للتأكد من سلامة ومأمونية الأدوية قبل وصولها إلى السلطنة واستخدامها وهذا الاجتماع الدولي بمشاركة عدد من علماء العالم يهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز الكفاءة الوطنية يوسف بن سعيد الرواحي مسقط